مرحبا بكم عزيزين ومشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وحلقة النهاردة حلقة خاصة جدا بس نضيف فيها عالم المخطوطات الأستاذ محمد المسيح صاحب برنامج التاريخ المبكر للإسلام أهلا بك أستاذ محمد أهلا وسهلا بك يا أختمارينا أنا كمان فرحا أكون معاك في هذا اللقاء أول شيء لاحظت أنه الديكور تغير ألف مبروك على الديكور الجديد وأنا من المتتبعي البرنامج متى حضرتك اللي هو النقل أم العقل فيصرني أنه ندردش شوية في هذا الموضوع نعمل لقاء أهلا بك معايا وأنا بجد فرحانة جدا حضرتك معايا في البرنامج وطبعا النقل أم العقل برنامج يعني شرفني أن حضرتك من المتبعين نعم هو برنامج فعلا شيء وخاصة أنه العنوان من العنوان يمكن الإنسان أنه هو يفهم المغزى من الموضوع كله يعني أنه الكتاب يقرأ من عنوانه فالعنوان هو عبارة عن سؤال النقل أم العقل وهذا أحب يعني أن أفهم من حضرتك هل فعلا يعني ذا اللي كنت قصداه أنه بتحدد مواطئ النقل عند المسلم والعقل إمتى يستخدم العقل وإمتى يستخدم النقل أم هي فرق مختلفة كل فرقة تعتمد على على اتجاه معين من الفكر فكر النقل وفكر العقل هو الحيالي المغزين أول حاجة لما نقول النقل محدش يخاف لأن أي برنامج أكاديمي بيعتمد على النقل يعني بقي النقل اللي هو الكتب أني أنت بتنقول من الكتب الحاجات اللي موجودة فيها فالنقل يعني بيعتمد على الكتب فمحدش يخاف من الكلمة أم العقل فأنا لما بنقول بالنقل ها كمان هستخدم العقل نعم ده أول مغزة المغزة الثانية أن أهل السنة أنا البرنامج مركز على أهل السنة نعم كل أنا عندي فرقتين كل فرقة بتسمي نفسها أهل السنة فرقة بتقدم النقل اللي هو الكتب يعني على العقل نعم وفرقة بتقدم العقل على النقل نعم الفرقة اللي بتقدم النقل على العقل اللي هما الحنابلة أو الوهابية اللي بيسمونه الوهابية السلفية كل دي أسامي ليهم يعني الأصليين الفرقة اللي بتقدم العقل على النقل اللي هما الأشعارة اللي هما معروفين في مصر نعم والمعتزلة وغيرهم الأشاعر الماتوريدية الجهمية كل دولة بيقدموا النقل على العقل بيقدموا العقل على النقل لناسها وكمان دولة المشهورين يعني قوي في مصر اللي هم الأظهر والمشايفة الأظهر بس الأكثرية يعني أنا بلاحظ أنه فيه اعتماد على النقل أكثر لأنه دائما بنسمع الحافظ كده مثلا الحافظ العسقلاني أو غيره يعني هناك من الميزة عند الشيخ أنه يكون حافظ يعني هو ناقل نص حفظا فده بالنسبة لهم ميزة لكن بالنسبة أنا شخصيا يعني أعتبر أنه الحفظ المواضيع ده شيء كويس وممتاز لكن لا نستغل كل الطاقة الدهنية أو المادة الرمادية في المخ نستخدمها فقط لحفظ لأنه بعض الشيوخ بيحفظوا يعني أو يعني ياخدوا حفظا كتب كاملة أو مجلدات كتير يعني مادة مادة كبيرة أوي أوي فالقدرات الفكرية في مسألة الفكر تبقى محدودة وقصيرة يريد تحكينا عن الفرقتين دول هل هناك اختلاف لأنه بالنسبة للمسلم أنه يعني الفكر هو 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 يعني نفسه يعني ما فيش أي اختلاف هل هل فعلا هناك اختلاف واضح مثلا في العقيدة أو في الفقه أو في هذه الأمور اللي هي جوهرية الحقيقة لما مسلم بيجي يتكلمني كمسيحية أي مسلم هيجي يتكلمني أول حاجة بيسألني فيها عن العقيدة مش بيقول لي بتصومي إزاي أو بتصلي إزاي أو بتعملي بيسألني عن السلوس بالضبط عن المسيح يعني إبن الله يعني بيتكلمني في صلب العقيدة المسيحية نعم فالبرنامج ده علشان يعرف المسلم العقيدة البرنامج هو اتجاه جديد أنا عايز أعرفك أنت بتؤمن بأي عقيدة لأن أنا لو سألت المسلم أنت عقيدتك هيقول لي إيه هيقول لي كل الله أحد الله صدر يعني إيه أنت فهم عن إيه عن الله ما يعرفش حقك يعني صفات الله أو كيف ينظر أو كيف يفكر المسلم إلى إلى دات الله مثلا كل فرقة بقى عملت إله بمزاكه يعني إله الأشعر اللي هم زي الأزهر و يعني أكتر حد مشهور مثلا في مصر غير إله أهل السنة كل واحد عنده إله مختلف تماما عن الإله الثاني أوكي ده شيء رائع أننا نشوف حضرتك حتى تدينا يعني أمثلة عن هذه الموضوع لكن قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة أحب أن أشاركك أنه أنا عملت حلقة مع الأستاذ رشيد أيلال صاحب هو صديق عزيز صاحب كتاب صحيح البخاري نهاية أسطورة عملت مع حلقة في البرنامج بتاعي وكان حول المخطوطات يعني من ناحية الكوديكولوجية من ناحية علم المخطوطات ده الموضوع كلمنا فيه لم نتطرق في المواضيع يعني المواضيع يعني اللي حضرتك بتكلم فيها وتقريبا تقريبا مخطوطات يعني أقدم مخطوطة أو أقدم مخطوطة أو أقدم من أقدم مخطوطة على أنه صار الكتاب جاهز أو كامل لكن هناك مخطوطات مثل مخطوطة التي نصبت إلى اللي هي كان وجدها من غانا وهذه المخطوطة يقال أنها بعد وفاة وفاة البخاري بتقريبا 96 سنة لكن في الحقيقة عندما تنظر من ناحية ما هو موجود داخل النص فتلاقي أنه هي يعني لا تعود لتلك الفترة وإنما لفترة يعني أبعد هناك كذلك مخطوطة أخرى كانت بحوزة الشيخ عبد الرحمن المجدوب وهو أحد شيخ المتصوفة عندنا في المغرب وهي تعود كذلك للقرن الخامس المليارد هي كذلك قيل عنها أنها أقدم أقدم مخطوطة وكان طبعا أستاذنا الكبير عبد العزيز الصوري أنه تكلم عن هذه المخطوطة لكن على العموم أنه ما فيش مخطوطة تعود إلى فترة قريبة جدا من البخاري إحنا إحنا لو خدنا بالطريقة التي تقولها أنت تتكلم خارج الصندوق لكن من خلال برنامج أنا أريد النقل الذي هو أهم نقل بعد القرآن الذي هو البخاري سواء من أحاديثه أو عقيدة البخاري نفسه في أول حلقة أول حلقات اتكلمت عن عقيدة البخاري هل البخاري كان بالنسبة لوقته كافر أم لا يعني البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق وكانت مشكلة ما بين موضوع الخلق القرآن هل النص القرآن هو مخلوق أم أزلي فده الإشكالية اللي كانت موجودة كانوا بيكفروا بعضهم حتى البخاري نفسه مع شيخه الذهلي أنه كفروا على أساس أنه بيقول بأن النص القرآن مخلوق الذهلي قال لا يساكني هذا الرجل وفعلا طرد أني صبر والزهلي بسبب التكفير حتى في الحلقات الأولى كل ده في الحلقات الأولى كان بيبهم اسم شيخه وكان بينصبه مرة لأبو ومرة بينصبه لجده علشان يعني واخد موقف منه واخد موقف منه لأنه مكفره وهذا في الطريقة اللي هو اختارها في اختيار علم الرجال يعني المفروض أنه يذكر اسمه ده نوع من أنواع التدليس نعم فالبخاري هل كان أمين فعلا البخاري في نقل الحديث وما استخدمش ناس مدلسة أو ناس أخفى اسمها زي مثلا حدي مثل تاني زي ابنه فلان مثلا من هو ابنه فلان هو مش عايز يذكر اسمه عشان لو احنا ذكرنا اسمه هنعرف أنه حد ما يتخدش منه أصلا حديث نعم يعني اللي ما تابعش أولا شين حلقة ممكن يرجع لهم هنشوف نقطة كتير جدا ومنها مثلا الشيخ الألباني الشيخ الألباني بنفسه ضعف خليح ابن سليمان كتب لي عشرين حديث فالألباني لما ابتدى يتفرغ للبخاري ضعف أحديث كتير غير الأحديث المدرجة غير أنه فيه حلقة باسم تدليس المركب أنه فيه اسم عطاء وما رضيش يقول لنا عطاء مين عشان الناس تفتكر عطاء الخراساني أصلا محدش بياخد منه غير أنه الثلاث محدسين محدش فيهم شف بعض يعني عطاء وعطاء الخراساني وما شفش ابن عباس وابن عباس ما شفش ابن جوريج فالبخاري ما كانش أمين في النقل الأحديث غير أنه كان مكفر من شيوخه زي علي المديني وطبعا إحنا عارفين محنة خلق القرآن للإمام أحمد بن حنبل وإزاي أنه عزب علشان يعترف أن القرآن مخلوق أم غير مخلوق وطبعا إحنا دلوقتي الوقت عدنا بسرعة جدا فأنت هتوعدنا حضرتك بإيه بحلقة تانية خلاص لازم نعمل حلقة تانية لأنه ملحقناش ملحقناش فأعزائي مشاهدين تابعوني في الحلقة الجاية أنا هيكون معي برضو الأستاذ محمد المسيح وهنواصل الحوار وألتقي بكم في الحلقة القادمة شكرا لك أستاذ محمد شكرا للمحضرتك لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أتمنى أقبل بعقل وده أرد بعقل وده أذكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المساء